وركزوا معانا كده دلوقتي الدوري المصري ما بقاش فيه خلاص ما بقاش فيه اي مدير فني اه اجنبي بمعنى اصح ما بقاش فيه دولار خارج لاي مدير فني اجنبي بالبلدي كده فيرا كان اه موجود ومشي والراجل اه الاخير ده كارترون كان موجود ومشي وبالتالي خلاص ما بقاش عندنا دلوقتي اي حد من المديرين الفنيين الاجنة تعالوا نفكر فيها ونحسبها حزبة مختلفة هل ممكن في ظل ظروف احنا بندردش مع بعض يعني حال ممكن في ظل ظروف صعبة بتعيشها البلد يبقى فيه مسلا قرار من اتحاد الكورة يخفض عدد اللاعبين المحترفين بدل من ثلاثة لاثنين الناس ممكن تقولك لا ده كلام مش مقبول انا مالي انا انا كاهلي انا كزمالك انا كجمهور اهلي وزمالك اما انا مالي انا في النهاية عايز اللعيب بتاعي انا بلعب في بطولات افريقيا وبلعب في كاس عالم الاندية وفي النهاية برضو برفع اسم بلدي وبشرف بلدي زي اهلي وزي مالك اكتر ناس بتجيب لعيبة اجانب طبعا كل الفرق بتجيب لعيبة اجانب لكن تجري اقل شوية والفلوس بتاعياتها بتبقى اقل شوية طيب ده وارد ناس بتفكر فيه بالشكل ده طب تعالوا 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 ومفكر تعالوا ومفكر بشكل تاني تعالوا ومفكر بشكل مختلف ماذا لو تعقدت الاندية المصرية مع لعبين اه اجانب ولعبين افرقا وكان التعاقد ده بالجنيه المصري قدينا بندردش مع بعض يعني اللعيب لحضرتك الاجنابي اللي هيجي والله يا شرط التعاقد بتاعنا احنا ناس العملة بتاعاتنا هي اللي بنتعامل بيها كام احنا هنديك بالمصري زيك زي اللعيبة المصرية احنا ما بدناش لعيب بياخد بالدولار فاهلا وسهلا موافق موافق مش موافق مش موافق فظل ظروف صعبة قدينا برضو بندردش ليه لا ليه ما بقاش اللعيب الاجنابي اللي بييجي عندك يتعامل معاك بالعملة بتاعتك فظل اه ازمة اقتصادية واضحة ظل حالة من حالات التقشف اللي في البلد كلها بقى يعني بتعوم الناس كلها اه فكروا فيها وفكروا كده في الاتحاد المصري اللي كرة القدم ليه الاتحاد ما يبتديش يفكر اه وياخد اه قرار مثلا انه يقل العدد اللي عابين الاجانب اللي موجودين فيه الدوري ويبقى فيه نوع من انواع التكاتف واللحمة كده بين الاندية المصرية الاندية الاهلي واندية الزمالك والاسماعيلي كل الاندية مصر على فكرة انه الشرقية عندها لعيبة اجانب محترفين دخلية عندها لعيبة اجانب محترفين كل الاندية المصرية عندها لعيبة اجانب ولكن طبعا كده ما بياخدوش الارقام الفلكية الهلمية اللي بياخدها لعيبة النادي الاهلي واحد زي اجاي مثلا مش عام باستمعت بياخد له خمسة مليون حاجة كده ما يعادل خمسة مليون جنيه مش متأكد من الرقم بالزبط بس بياخد رقم كبير يعني لو اقولك اص والاهلي والاهلي بيجيب بطولات والاهلي مش عاف كذا احنا بنتكلم يبقى قرار جامعي وقارات اللي من النوعية دي الحقيقة برضو زي ما الناس يعني بتبقى بصة لكرة القدم على ان هي وسيلة من وسائل الترفيه وعشان بس برضو يبقى احنا نتكلم كلام منطقي اه كرة وسيلة من وسائل الترفيه اه الكرة وسيلة من وسائل الترفيه اعني ما اقول تماما يعني وحوالين كلمة الترفيه فيه اكل فيه اكل عيش كتير جدا لناس ده ما ما نقدرش نختلف وادات كرة القدم في النقاء انه اوصل للناس اه وابسطهم التسعين دقيقة مش اكتر من كده بس عشان ابسط الناس في التسعين دقيقة دي فيما جود بيوبزل في ناس كتير بتتعب وفي حوالين الشغلانة دي ناس كتير جدا بتشتغل وبالتالي ده ارزاق الناس اه فبتبقى مهمة بس برضو في المقام الاول وفي المقام الاخير الكرة خلقت ليه المتعة يورجين كلوب قالها في مرة في تصريح قال لك احنا تسعين دقيقة احنا بننقصش العالم تعبير بليغ جدا لك احنا بننقصش العالم في تسعين دقيقة احنا كل اللي بنعمل له ان احنا بنقدم للناس متعة خلال تسعين دقيقة دي وبعد كده كل واحد بنصرف الى شغله بنصرف الى اعماله بنصرف الى اعباءه اليومية ففكروا في الموضوع ده وفكروا في فكرة انه معنى صح عندنا أزمة كبيرة جدا في الفلوس وفي العملة الصعبة طيب وماله لو يبقى فيه قرارات من الأندية المصرية طيب ما بلاش أحسن كمان يبقى من الاتحاد المصري كرة القادمة ناخد نسمع قرارات من الأندية المصرية مثلا يبقى هي اللي عندها الرغبة تقول لك أنا مش هتعاقد أو بسوط مثلا النادي زي مريكا قال لك أنا مش هتعاقد مع مدربين أجانب عمان أوفروا بالدولار الأندية المصرية بدأت تتحول دلوقتي للمدربين المصريين ده قرار أخدوه بعد ما تلسعوا من الفلوس الكتير جدا لأنه دولار دلوقتي مش ب13 كمان ده قال لك ده بقى وصل ل16 و17 وحاجات زي كده دلوقتي الناس بتقول لك كده في البنوك 16 جنيه الدولار طيب وماله لو نفكر بالعكس هاي كلها من ضمن الأمور اللي احنا بنحطها قدام حضراتكم ما احناش متشبسين برأينا خالص خالص على فكرة إنما بندردش معاكم في قضية اعتقد بتهم الناس كتير جدا وهي الدولار اللي على فكرة ارتفاعه مع تعويم الجنيه هأثر بشكل واضح وصريح على كرة القدم لا ينكره أي شخص لا ينكره أي شخص إذا كنا بنتكلم على أسعار التذاكر إذا كنا بنتكلم في المتشاط اللي هي الاحتفاليات بمعنى صحة زي مبارات مصر وغانا إذا كنا بنتكلم على الانتقالات بتاعة الأندية انتقالات الأندية اللي بتلعب في الممتاز وبتلعب في الممتاز بيه الأندية اللي على قد حالها وحتى كمان الأندية اللي معاها فلوس هتتكلف كتير بنزين غيره وبالتالي هيبقى فيه مشقة بالنسبة للناس اللي تحتها فيه أزمة كبيرة جدا بالنسبة للناس اللي فوق هيبقى فيه عندهم مشكلة لكنها مش بنفس حجم أزمة الناس اللي بتشارك فيه دوري الممتاز به أو حتى كمان اللي بتصعد حديثاً للدوري الممتاز أعباء تعالوا نرفع الأعباء عن بعضه ونفكر فعلاً إن احنا نقلل من اللاعبين المحترفين اللي موجودين في مصر أو إذا كانوا موجودين وعايزين يبقوا متواجدين في الدور المصري ومالوا ما نخلي الموضوع له علاقة بتعامل بجنيه المصري